مساء الخير شونكم أدري من قطعا السناب شات والإنستغرام صلي فترة في كذا شغلة بيسولف معاكم في هالليلة آخر فيديو سويتها وصلت فيكم نص محاضرة كنت قدمتها في براغ على موضوع العاجات جديدة ونظريات جديدة في علاج الاكتئاب نكملها إن شاء الله قبل ما أكملها اليوم كنت طالع الأخبار وشدني الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو يتحدث عن القرارات اللي قاعد يتخذها حاليا لمحاولة السيطرة على انتشار المسدسات في الولايات المتحدة لأن مثل ما أي واحد فيكم يتعب الأخبار تشايف أن نسبة العنف باستعمال المسدسات قاعد تزيد في أمريكا بالذات مع الأطفال وفي المدارس وفي دراسات واضحة تثبت أن نسبة انتشار المسدسات بالمجتمع لها أثر على انتشار العنف باستعمال المسدسات في المجتمع وذلك من فترة عندنا بدارة داخلية مشكورة بالكويت قامت بحملة بدعم حكومي كبير لتجميع السلاح وأعتقد هذه خطوة مهمة المفروض أنا بنظري كطبيب أن انتشار أسلحة الدمار مثل المسدسات تكون بيد فقط الناس المدربين اللي استعمالها مثل الشرطة والجيش الناس اللي يعني مدربين ودورهم لحماية المجتمع مشكلة أمريكا أن القانون عندهم يسمح ببيع السلاح وانتشار بطريقة وايد مفتوحة أكثر من دول العالم وهذا الشيء لعلاقة بتاريخ أمريكا وكتابة هذا النص بالدستور الأمريكي لأسباب تاريخية ما رح نتخل فيها يمكن يوم تاني نتخل فيها بس أنا ما حابة أتكلم بالسياسة بشكل عام بركز عن ناحية الطبية الآن فاللي صار بالفترة الأخيرة أن نسبة العنف بالسلاح في أمريكا زادت فأوباما يحاول يدفع الكونغرس الأمريكي أن يتخذ بعض القرارات أو القوانين لمنع انتشار السلاح الكونغرس مراضي لأنهم سيطرون على الجمهوريين فأوباما قرر يتخذ قرارات كارب فاليوم كان عنده مؤتمر صحفي على القرارات اللي هم اتخذها وجزء من المؤتمر الصحفي تكلم عن الناحية النفسية لماذا؟ لأنه وايد من المجازر اللي صارت بالمدارس واللي صارت بسينما من فترة بأمريكا وغيرها كان اللي يستعمل السلاح إنسان تبين بعدين أنه هو يعاني من مرض نفسي بأكثر حالات كان مرض الفصام أو اسكيزفرينية إن شاء الله نكون لكم عنا بالمستقبل بدت الفكرة تنتشر إن الشخص اللي هو عنده مرض نفسي أو الأمراض النفسية تؤدي إلى العنف بشكل عام هذا المفهوم تماما خاطئ أنا واحدة لما أدرس طلبتي أقول لهم هذا مثل افكت أو التفكير بالطيران وعيد الناس يخافون مركوب الطيارة ليش؟ لأن أنت ما تشوف حال الطيارة بفيلم أو تشوف حال الطيارة بالأخبار ما عنا نادر حال الطيارة لكن لما يصير حال الطيارة وعيد الناس تموت والتقطير العالمية عليها كبيرة ويعني تكون كارثة كبيرة ما عنا الإحصائيات تثبت وبيضي عنكم وبيضي عننا كلنا إن شاء الله ولكن فرصة الإنسان يعني نتكلم إحصائيا أن أنت تموت في طريقك إلى المطار أكثر وأعلى من أن الواحد يموت بطيارة لأن نسبة حوادث السيارات وايد أعلى كإحصائيات من حوادث الطيارات وانقيس هذا على المرض النفسي نسبة العنف في الناس اللي ما عندهم مرض نفسي وايد أعلى من العنف اللي عندهم أمراض نفسية لكن لما يصير واحد وهذا مثبت على فكرة يعني فيه دراسات وايد أعلى عالمية بكذا ثقافة بكذا دولة أن نسبة العنف بالأسلحة عند الناس اللي ما عندهم مرض نفسي أعلى من الناس اللي عندهم مرض نفسي لكن نفس مثل الطيارة اللي توني ذكرته لما الواحد عند مرض نفسي وسببت المرض نفسي يمارس العنف يمارسه بطريقة غير مفهومة ومنطقية يعني واحدة من الأشياء اللي تصير مع الناس اللي ما عندهم مرض نفسي شيء نسمي crime of passion يعني أو بسببت قضية سرقة أو حب وهذا يستعمل السلاحة يمكن أن مواحد عند مرض نفسي يسويها بطريقة استجابة اللي هلاوس قاعد يسمعها أو ضلالات عنده فيروح يذبح يهالة بمدرسة ولا بسينما وبطريقة غير مفهومة فالشيء هذا نادر ونسبتها بالمرض النفسي جدا قليلة أقل من نسبة العنف بالمجتمع اللي ما عندهم مرض نفسي لكن نما تصير تغطية علامية على تصير كبيرة وغير مفهوم فالناس توقع أن المرض يؤدي إلى العنف فيزيد هذا نظرة العار والاستيجما أو وصمة العار اللي على المرض النفسي اللي سواء أوباما اليوم تكلم عن يعني التحكم أو إن محاولة السيطرة على المجازر هذه اللي قاعدت في الأمريكا تكلم عن السيطرة على السلاح وبيتكلم لما تكلم عن مرض نفسي ما قال إحنا لازم ننع الناس اللي عندهم مرض نفسي أن يصير عندهم أسلحة مع أن هذا جزء من القرارات رح تطلع وهذا صح ركز على الشيء المهم اللي قال أن الناس اللي عندهم مرض نفسي لازم نساعدهم أكثر ورح نحط 500 مليون دولار أن نساعد أكثر المرض النفسي ذلك ركز على أن قرار أوباما كير اللي هو إصلاح النظام الصحي الأمريكي اللي كان تحت أحد أوباما أن في تركيز على العلاج النفسي وهو كان أول قانون يساوي علاج المرض النفسي بأي مرض يعني ثاني مرض القلب يساوي علاج المرض النفسي صرف الدولة من الموارد الصحية على على القضية هذه رح أوريكم المقطع من المؤتمر الصحفي لأن أعجبني هذه ترجمة نساوي المرض النفسي ترجمة نساوي المرض النفسي فلاحظت النقطة التي ذكرها أن الحقيقة فلاحظت أن السلاح وعلاقته أو العنف وعلاقته مع المرض النفسي أن أغلقاء اللي يموتون من السلاح اللي عندهم مرض نفسي وهو اللي عنده مرض نفسي الشخص نفسه لأن من كل ثلاث حالات عنف في المرض النفسي كنسبة يعني طبعا هي حالات جدا قليلة مثل ما ذكر رئيس أوبا ومثل ما الحقيقة العلمية تدل عليه لكن من كل ثلاث حالات بالنسبة القليلة لهذه الثامن حالة تكون استعمال سلاح ضد الشخص نفسه يعني محاولة انتحار أو يعني تحقيق الانتحار لذلك وصمة العالم تجاه المرض النفسي لازم نمحيها ولازم نركز على العلاج ولازم نتصرف مع السلاح بطريقة حضارية وكطبيب في كل دول العالم أنا أقول إحنا خلن نشيل السلاح من يد الناس العامة ويكون فيه بس يد الناس المدربين على استعماله مثل الشرطة والداخلية والجيش وغيرها وشجع الحملة الكويتية على البطنية للقيام بجمع السلاح وأشكر رئيس أوباما على طريقته الراقية العلمية على ذكر موضوع المرض النفسي آخر مرة كنت أتكلمكم عن محاضرتي ببراق وتكلمت عن طرق جديدة في علاج الاكتئاب ووصلنا إلى استعمال مضادات الالتهاب في علاج الاكتئاب كنظرية الحديث لمزيد إن شاء الله بس ما رح أقول للليلة اكتفينا موضوع الليلة كان طويل إن شاء الله نكمل موضوع علاجات جديدة ونظرات جديدة في مرض الاكتئاب غدا إن شاء الله عشان نتابعون